اشتركوا في القناة خاصة وان الوزيرة بنفسها هي اللي اعلنت عن الموضوع من خلال منشور كتبته على حسابه على موقع التواصل اجتماعي فيسبوك وبالرغم من اعلان الوزيرة اللي انها ما تكلمتش عن الاسباب او الدوافع وراء القضية ولا التقارير الامريكية كمان تكلمت بالرغم من انها نشرت تفاصيل كتير عن القضية وقالت التقارير الامريكية ان رومي هاني مونير طاع عن زميله في العمل وشخص تاني بيقيم معاه داخل شاقتهم وقالت التقارير ان الواقع حصلت في صباح يومي التلات تسعة تشر ابريل اللي فات وده بعد ما تم العصور على سكين كبيرة في مكان الحادث ونشرت فيديو كمان ظهر فيه رومي داخل شاقة الضحايا مصاب وبعد كده تم نقلو الى المستشفى لتلقي العلاج وبالرغم من ان زي ما قلنا قبل كده ان ما فيش حد تتكلم عن الموضوع الا ان صحيفة ديلي بيست البريطانية اعلنت انها قدرت توصل لمقاربين من رومي هاني مونير وقالت انهم اكدوا ان حالته النفسية خلال الايام القليلة اللي سبقت الواقعة ما كانتش مظبوطة وانه كان بيقول حاجات مش مفهومة واما بخصوص الفيديو اللي نشرته الشرطة فرصد لحظة وصول رومي الى المبنى السكني قبل وقوع الجريمة بوقت قليل وازهرت لقطات فيديو لكاميرات سكان الشواء المجاورة لموقع الجريمة رومي هو بيتجول في ممرات البناية اللي حصل فيها الحادث وظهر رومي لابس هدوم سوداء بالكامل وبدأ يبص في احدى كاميرات المرأبة مباشرة لتتضح حويته